اشتركوا في القناة هو يسأل الله لرسوله الرحمة فقالوا الصلاة بمعنى الرحمة وقالوا الصلاة بمعنى المغفرة وقالوا الصلاة بمعنى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملائل أعلى فإذا قلت الله مصلم على محمد تقول يا الله أثني على نبيك محمد في الملائل أعلى كما جاء ذلك عن أبي العالية فيما روه البخاري رحمه الله في صحيح حيث قال الصلاة عليه ثناؤه عليه في الملائل أعلى هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى الصلاة وأنت ذا تأملت وجدت أن مجموع هذه المعاني كلها من درج تحت الصلاة فإن الصلاة ثناء والصلاة رحمة والصلاة سؤال الخير ولهذا الصلاة أجمع ما يقال فيه معناها أنها سؤال الله تعالى الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل رحمته ويشمل ثاء الثناء عليه ويشمل نصرة سنته ويشمل الذب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشمل كل خير يؤمنه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وهذا أوسع المعاني وكلما كان المعنى واسعا وشاملا للمعاني الأخرى فإنه ينبغي أن يصار إليه وإلا يقتصر على جزء معنى اللفظ لأن من العلم من يفسر الشيء ويعرف الشيء بجزء معنى أو بمثاله وهذا نوع من الاقتصار أو بلازمة وهذا نوع من الاقتصار في التعريف لكن إذا كان يمكن التعريف بما هو أوسع وأعمى وعم وأشمل فهذا أحسن إذن لما نقول الآن اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا نقصد؟ نقول اللهم من على نبيك بخير كثير منه الثنى عليه منه رفع ذكره منه رحمته منه وقايته ونصرة سنته وأشياء كثيرة ترجمة نانسي قنقر